الكاسافا أو المانيهوت أو البفرة شجيرة خشبية ونوع من الخضروات الجذرية تزرع على نطاق واسع كمحصول سنوي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وتعتبر الثالثة أكبر مصدر للكربوهايدريت للغفاء الإنساني في العالم وفي ظل ارتفاع أسعار القمح بدأ خبازون في ساحل العاج استخدام دقيق الكاسافا المنتج محليا لصناعة الخبز خاصة أن بلدهم لا ينتج القمح محليا بل يستورد ما يصل إلى مليون طن منه سنويا خطة استخدام الكاسافا بديلا للقمح ستقدم حافزا لمنتجي الكاسافا وتحافظ على استقرار أسعار الخبز وأثارت أسعار القمح المرتفعة مخاوف حيال تداعيات ذلك في ساحل العاج التي تعد 25 مليون نسمة ويعد معدل الأجور فيها منخفضا وعلى الرغم من أن خطة استبدال القمح بالكاسافا لصناعة الخبز اقتصادية ومستدامة لكن بعض الخبازين أبدأوا تحفظهم لجهة أن شكل الخبز وطعمه مهمان أيضا الوقت حاني لإطلاق العنان لإمكانيات ساحل العاج الزراعية الكبيرة إنها مسألة تتعلق بالتفكير على الأمد البعيد في أمننا الغذائي وفي كيفية ضمان التخفيف من الاحتماد على أسعار العالمية وينظر إلى رغيف الباكيت الرائش في دولة الواقع في غرب أفريقيا والتي كانت مستعمرة فرنسية على أنه معيار لكلفة المعيشة وتعد الكاسافا في ساحل العاج التي هزتها سلسلة أعمال عنف قبل أقل من عامين ثاني أكبر محصول بعد اليام إذ يتم إنتاج أكثر من ستة ملايين طن منها سنويا يذكر أنه في عام 2008 اندلعت احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق عندما ارتفعت أسعار الأرز والحليب واللحوم